السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي المشاهدين ان شاء الله اليوم وجدت معكم واحد الوصفة اللي ساهلة وضغية واحد البالمي اللي يجيو غدالين ومقرمشين وناشحين 100% واحد العجل المورق اللي وجدته معكم في الفيديو السابق غنخلي لكم الفيديو اللي ما زال ما شافوش غنخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف غتلقوا على القناة إذا كنتوا عندكم العجل المورق وموجدنا قبل يعني هاد البالمي ما كيحتاج منكم شي مجهود او لشي وقفة كتيرة وكيجيو رائعين ومقرمشين كيما قدت لكم بحل المحلات او المخابيز جربوهم غيعجبوكم ان شاء الله وغينجحوا معكم بالنسبة هنا يا خضيط اذك العجل المورق كنحتاج معها ساندة إذا كنت عندكم ساندة للحبات كنت يكونوا ديالها شوية غلط من الأحسن كان رش ساندة في سطح وكان رشها على وجه العجين هذا هو الطرف اللي سنخرج منه البالمي سوف نسترحها مزيان ما كنحاول نخليها مقادة من الجوانب هي على شكل مستطيل او لمربع كنبقى نسترحها بالمدلك حتى تأخذ واحد السمك ما غليط ما رقيق بزاف هانتم كما تشوفو وغادي نزيد غادي رش ساندة كنبقى الرش عليها كساندة ستنغطي لها الوجه ديالها كامل صافي وغندوز باش نطويها بالنسبة للطيات كنبقى على حساب واش بغيت والبال ما يجيكم صغير او لا كبير بالنسبة لانا هذا القياسي درس جاني هو هاداك ما كبار بزاف مصغر سوف نحاول نطويها دابا طوية الطوية الأولى ونكرر الساندة والطوية الثانية سنطوي واحدة طيات صغيرة ونطويها طوية الثانية تقريبا 1.7 حتى الثلاثة سوف نجيب الجهة على الجهة على هاد الشكل باش كيعطينا هاداك الشكل ديال البالمي اولاك اللي يسميه بالمقاس كله ومعرفتش بحسب البلاصة سوف يجينا الشكل دياله وما اترجعنا على هاد الشكل كناخد واحد القياس ديال سبع اولا واحد سانتي بونس سوف نقطعهم رسالين لأنه لا يطلب من مجهول او لا يعمل خدمة سوف نقطعهم على هاد الشكل حاولوا تقطعهم باستخدام 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 الاولا اوه انا اخذت حجم من الاصبوع تقريبا نقطعهم اوه اوه لا يجيزوا على هاد الشكل بعد ما نحايدهم على بدياتهم كي ياخدوا هاد الشكل سوف نستفهم في حد لاطا لانفرش لها ورق الفرن كي لا يلسقوش حقا شفية يوماتك سانيدة من اللي غاي بدو تبوك تقدو بقدر يلسقو لكم من الاحزن اللي كانت توفر تفرشوه سوف نبقى نهزهم هاكذا وحيدا بوحيدا وكنستفهم وكنخليهم بعادين على بعضياتهم لا تقربوهم معهما را كي يضاعب لهم الحجم ديالهم وكي يكبرو كنحاول نبقى نحلهم كاملين وكيلو حولين تبارك لوحة الكمية اللي كثيرة هانتم ما شوفوا هادك الطرف ديال العجل المورق را خرج ليه شحان من حباء ديال البالمي كنبقى نقعدو مغداء ونستفهم في اللاطا احتاج نكمل هاد الكيمية كاملة كنستفهم في اللاطا على هاد شكل كنخليهم باعدين كما كنت شوفوا باش معك يضاعف من حجم ديالهم اوتي كبرو باش مي تلاصقوش دابا كنندخلهم فران اللي يمشي عليهم من قبل وغنشارك معكم هاد اللي صعبتهم بالكريم باتيسيال وواحد اللي حوبيبات الشوكولات كما شوف الفيديو كانت قطعت العجل المورقة على جوج الطرف الكبير هو اللي خرج منه البالمي وحت طرف الصغير هو اللي خرج منهم هاد الشوكولات اللي يجو رائعين في المادق بمعمرين بالكريمة الباتيسيال والحوبيبات الشوكولات انا كريمة باتيسيال مشاركتش معاكم وجهت غرب الحليب وصفوا عندي الكريمة باتيسيال غبرة ونسمتها بالقشور ديال بورتوقال اللي يتعطوها وحد النكهة رائعة سوف نقوم بها على شكل المثلاتات ونقلب عليها العجينة تتيجوا على شكل المثلات سوف نستفهم في اللاطا سوف نكمل هذه الكمية جول دارين بزف لا نشاركها معكم ولكن ما عجبوني في المادق يعني إلا كانت تعدكم العجينة ديال العاجي المورق تقدروا تستغلوها بحل فضل الشوصوم بحل اكداء بالكريمة راجعوا لدارين بزاف بزاف موسيقى بعد مشكلة المثلاتات كاملين كنا نأخذ واحد لحبة البيض كنا نطربها و كنا ندهلم الوجه كاملين سوف ندخلهم كمال فران كي يتحمروا كي يأتي المادق رائع حاولوا تدوهم جيد كي لا يخرج لكم الكريمة من الجب والشوكلاة ملء أحسن كاملين سوف تحلوا معي ولكن كما أهم هو المادق جو رائعين جو لدارين بزاف موسيقى 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 كاملين جو رائع موسيقى 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 الكريمة مع العجل المورق مع الحبيبات الشكلة جوزوينين في الماداق جربوهم ان شاء الله سنجحوا معكم ويجبوكم الصراحة سهلين في توجد ودائما كنبغو نصيبوا شي حاجة بالدينة كنبغو نحضوها الوليداتنا هكذا احنا ضروري كل شي كيشري ولكن تجي واحد النهار انك تبغي تصيبوا شي حاجة اذا جربت الفيديو ودخلت لي وجربته سنجحوا معكم هده 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 البالمي هانتو ما انا كنوريكم دابا كيفاش كيجيو هاك داخل في نمال الداخل وف نص الوقت رامقر مشين وجو رقاقين اه صراحة جو جو رائعين اه نتمنى اعجبكم هاد الفيديو دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلام وإلى اللقاء مع فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة